أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن التصعيد غير المبرر من جيش الاحتلال في لبنان ينذر بعواقب وقيمة خاصة بعد استهداف مواقع وتجهيزات تابعة لقوات يونيفال وأضاف عبد العاطي في اتصال الهاتفين مع نظيره الفرنسي جانويل بارو أن على جيش الاحتلال لالتزام بسلامة وأمن موظف الأمم المتحدة وممتلكاتها وجدد وزير الخارجية المصري تأكيد مصر الرافض للمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه مشددا على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني والتزام الأطراف كافة بتنفيذ القرار الأممي 1701 بكل عناصره ودون انتقائية